عيني الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله عندنا الجزء الثاني من المحاضرة الثانية لمادة اللي هي المصطلحات الطبية احنا بديتش محاضرة وقفنا عند سلايد 18 ما كملنا اللي هو شنو اللي هو اللي هي المستويات من الجسم الانسان زي يعني هاي احنا ما راح راح نترجم ونوضح بشكل السريع لانه احنا هاي المادة ما اخذيها بالمحاضرة التشريح الاولى زي يعني خليجي عن مادة يقول لك اول شي اللي هي المستويات من الجسم الانسان اول شي اللي هو بين قوسين زي يعني اللي هو الخط الامامي هذا شبيه هذا الخط يقول يقول لك هذا الخط رح يقسم لنا جسم الانسان هو خط وهمي يقسم جسم الانسان الى جزء امامي اللي هو انتريور وجزء خلفي اللي هو البوستريور نصف امامي ونصف خلفي وين بالضبط باع على هاي الصورة هذا هو الكورونال بلين ايه جي دي قصة جسم زي هذا المنطقة اللي وجهه من الانسان هو الامامي الافرونتال والجهة اللوخ اللي هو يسمو الخلفي اول واحد اللي هو كورونال بلين ثاني واحد اللي هو هذا ما اخذي احنا كلكم جزء يستذكروا اللي هو شنو المستوى السهمي شبيه يقول لك يقول لك هذا المستوى السهمي او المستوي السهمي يقول لك هذا المستوى العامودي رح يقسم جسم الانسان او العضو الى جزء او الى نصفين بس لازم يكونوا ما متساوي هذا النصف يعني اذا كان عندنا مثلا جسم 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 الانسان مربع زي هذا ما راح يجي يقسم بالنصف يجي لا راح يقسم ايه يجي يقسم ايه يجي يقسم ايه يقسم ع deb since i the main زيين ؟ سيقول هذا المستوي رح يقسم جسم الإنسان إلى نصفين يمين ويسار clearer متساويين يعني الفرق بين النقطةicable 2 لا تساويين بس المعارض البراغ شنو راح يكسمها بالنص هاذا متساوي وهاذا متساوي ويا او ايهي جي مهم يكسمها عدل زين هس نقطرق مربعة شنو يقول لك اللي هو المستوي العرضي او الهوريزنتل اللي هو الافقي يعني مو بطول بيعروف يقول لك هذا شبي كاتس دي بادي انتو تاب سبريور انت بوتوم انفريور بالخلفز يقول لك هذا راح يكسم منه جسم الانسان الى شنو الى نصين لدي هو نص امامي لعفوا نص علوي سبريور وسوفلي اللي هو البوتوم او الانفريور زين هذا شوفوه هذا اللي هو بالنص هذا واحد بس بالنص لهذا هذا شنو سميه بالشي اسمه الهوريزنتل او اللي هو العرضي زين او نسميه بالأكزيال زين يعني هاي نحن مشرح نحن 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 نشارح بالتفصيل الممل بمحاطرة التشريح الاولى زين موجودة على القناة مع اليوتيوب شباب عدنا هنان هسا شنو البوديكافاتيز اللي هي تجاويف من جسم الانسان جسم الانسان به واي تجاويف زين هسا نحن نحن نحشي على التجاويف ماذا نقول؟ يقول لك البوديكافاتيي التجاويف في جسم الانسان هو شنو؟ هو مسافة فارغة او مسافة خالية موجودة داخل جسم الانسان شبهها راح تحتوي على الاعضاء مكان فارغ مجوف يحتوي على اعضاء زين يقول لك الجسم الانسان راح يمتلك تجاويفين اساسيين عدنا تجاويفين اساسيين شنو هما؟ هنخليهم بغير لون هذا اليوم ما استخدمنا هذا عدنا الاول شيء دورسال كافتيrightي اللي هو تجاويف Updorpsyl اللي هو الظهري واستاني شيء اللي هو تجويف البطني دورسال ظهاري أو بطني تجويفين اساسيين دعني اجيالهم الواحد يقول لك Left Air vacuum راح يكون موجود بالظاهر جسم الانسان وراح ينقسم الى هذا وين راح يكون موجود تھgioot سيكون من التجويف موجود بالظهر من الإنسان وسينقسم إلى الآتي سيكون على قسمين القسم الأول أو النوع الأول وهو والتجويف القحفي والتجويف العصبي أو تجويف العامود الفقاري تجويف العصبي أو تجويف الشوكي تجويف القحفي داخل الجمجم وهو تجويف الشوكي الحبل الشوكي الآن لدينا نقطة الرقم أول وهو دورس الكافيتي نقول له كراني الكافيتي وسبواني الكافيتي الثاني واحد وهو شبه يقول لك بين قوسين تجويف الجسم الأمامي نحن قلنا التجويف اللي هو تجويف البطني نسميه الفرونتل اللي هو الأمامي يقول لك هذا يقول لك هذا التجويف يقول لك يقول لك هذا التجويف مني رح يمتد من الرقبة من الرقبة إلى ب Plaid اللي هو اللي هو عظمة الحوض مثلا من الرقبة للحوض و رح يقسم إلى الاتي بينما ذلك من رح يكون موجود رح يكون موجود بالظهر وهذا من رح يكون موجود رح يكون موجود من رقبة إلى العل الحوض ifikament يعني من أمام بالأمام دير باك ومو من خلف زين نحن نقسم الى الآتي الى شون نحن نقسم رح نقسم الى A B و C A رح نقسم الى Abdominal cavity تجويف بطني نحن فعلا تجويف بطني رح يكون بين منطقة الرقبة وبين الورك صح لو لا صحيح زين تجويف الحوضي فعلا من الرقبة الى الحوض بالجهة الامامية يعني اللي قدامكم انصدروا هاي مناطق عندنا اوة شي تجويف البطني التجويف الحوضي و عندنا واحد ها ها ذول الثنين مش راح نسميهم ايوا البي الاي واي البي راح نسميهم ب اللي هو تجويف الحوضي البطني زين الابدومينال و البيلوفيك راح نجمعهم نسميهم ابدومينو بيلوفيك كافتي ابدومينو بيلوفيك كافتي ثالث نوع او ثالث تجويف شرن هو اللي هو ثراسك كافتي اللي هو التجويف الصدري اللي هذا هنا النوعين صدر quiحتوي على الرأتي وهي السؤال ف أول واحد اللي هو الدورسل ثاني واحد اللي هو النوبة الدورسل المنزل والذاني سلو أول نوعين نكونون بلابس كيف أن نكون الآن إلى جامع informed نضيف هي تجاويف من جسم الإنسان هسا نحن نبدأ نشرح بالتفصيل عن التجاويف من جسم الإنسان ركزوا يا شباب لدينا شوية مصطلحات غريبة هنا ازيان يقول لك هنا هنى شنون راح ندرس يقول بل بودي كافيتي هنا اسم التجويف وهنان المحتويات مع هذا التجويف الكرانيال كافيتي العفو هو تجويف القحفي زيان تجويف القحفي ماذا سيحتوي راح يحتوي على الدماغ يعني شنو كرانيال كافيتي يعني هو اللي نكتر نقول عليه الشيء الموجود داخل الجمجمة ما عدن داخل الجمجمة؟ عدنا براين اللي هو العقل أو المخ عدنا وراها شنو خلصنا كرينيال كافتي نيجي وراها على السباينال كافتي اللي هو تجويف الشوكي شبيه إيش راح يحتوي راح يحتوي على الحبل الشوكي السباينال كورد نقلت لكم قبل شوية زين هسنا نيجي على هذا الهوسة شن هو أو قبل ما نيجي على هذا الهوسة خلل نكمل إيه هذا نتجوه الاثنين زين ونرجع لي وفوق إيش عدنا؟ إحنا قلنا كرينيال كافتي اللي هو تجويف القحفي السباينال كافتي تجويف السباينال اللي هو شنو الشوكي نيجي هسا على الابدومينال كافتي اللي هو تجويف البطني زين شوية هاذا ش راح يحتوي راح يحتوي على شنو دا جستف فيزرا السيما تنقري الدا جستف فيزرا اللي هو شنو هو الأحشاء الهضمية زين معناها شنو راح يحتوي على الأحشاء مالت من أحشاء مالتنا موجودة بهذا التجويف البطني زين يسموه دا جستف فيزرا اللي هو الأحشاء الهضمة أو الأحشاء الهضمية البيلوفيكافتي اللي هو الوراء اللي هو تجويف الحوض ش راح يحتوي راح يحتوي على البلادر المثانة ريبروداكتف أورجينز لأعضاء التكاثورية والريكتوم اللي هو المستقيم زين يعني ش راح الابدومينال كافتي تجويف البطني ش راح يحتوي راح يحتوي على البيزرا اللي هي البيزرا اللي هي البيزرا اللي هي الأحشاء أو الأحشاء الهضمة زين بس البيلوفيكافتي اللي هو التجويف الحوضي ش راح يحتوي راح يحتوي على أول شيء المثانة بولية أو المثانة بلادر معناها مثانة ريبروداكتف أورجينز لأعضاء التكاثورية سواء كانت المهبل عند الأنثى أو القضيب عند الذكر هذا هو يكون موجود بالمنطقة بالتجويف الحوضي وشنوه الريكتوم اللي هو المستقيم زين يعني هس هننجي على هذا الهوسل اللي قدناكم بعدين نرجع لهذا اللي هو الثراسي كافتي اللي هو التجويف الصدري ها تجويف الصدري بي كوموا شغلات ايش عندنا؟ عندنا واحد اثنين ثلاثة رقم واحد اللي هو البليورول كافتي اللي هي التجاويف الجنبية التجاويف الجنبية يعني جاية من كلمة جنب زين تنقري بليورول كافتي زين شبيها هذي راح تحتوي على اللانكس اللي هي الريئتين الريئتين راح تكون موجودة بتجويف راح نسمي هذا التجويف شنو او التجويف الجنبي حسنا خلصنا من اول واحد كل ما يقول لك او الريئتين رأسنا تقول لها يحيط بالريئتين الريئتين موجودة بهذا التجويف حسنا نجي على الصور اللي وراها وراح نفهم اكثر رقم اثنين انش عندنا الميديا ستين ستانيوم ميديا ستانيوم ميديا ستينيوم ماذا يعني الميديا ستينيوم اللي هو ترجموه يطلع لكم المنصف او الهيتشي يقول لك هذا شبي كونتينز بريكارديول كافتي وصوراند ثوراسيك أورغنز هذا اللي هو الميديا ستينيوم الميديا ستينيوم مش بيه يقول لك راح يكتوي على البيريكارديول كافتي راح يكتوي على التجويف التجويف التأمور هو اسمه تأمور هيتش يعني ما دري شنو هذا بس هو شنو راح يكتوي على تجويف البيريكارديوم كافتي التجويف التأمور حسن من نعبر وراها نحن نعرف شنو هذا التجويف هذا الميديا ستينيوم شبيه أول شي راح يكتوي على تجويف البيريكارديول البيريكارديول وبعدش راح يشبيه بعد راح يحيط سرامس راح يحيط بالأعضاء الصدرية المتبقية شوف شكوا أعضاء موجودة بالصدر راح يحيط بيها هذا اللي هو الميديا ستينيوم زيب وبعد شنو شنو شغلة مهمة بي ادنه راح يحتوي على بريكاردي المواضيع شنو نعم روراة هنحن نعرف هنا البيريكارديال كافتي أه اتنا قلنا عليه ش운� ما راح نسامه بالتأمور أو تامور أو هي شي هذا شنو يقول لك راح يحتوي على القلب يعنى التجويف اللي يكون موجود بي القلب راح نسميه بالبيريكارديال كافتي والتجويف اللي راح يحتوي على رائعتين شنسميه نسميه زيب شباب بغض النظر عن الترجمة مالتها الترجمة هنا ما تفيدكم اتمنى ان تحفظوا المصطلح بالانجليز نفس ما هو الترجمة ما تفيدكم بس بالشرح اللي يجي ورا هذا المصطلح مثلا من اقول لك ممكن ان تدور اترجمة مالتها بس اذا ما لقيتها مو مشكلة يعني بعدين شون تعرف شنو هذا من تقرأ الحاجة ورا يقول لك راح يحتوي على الرئتين راح تعرف قبل انه اي معناها شنو معناها هو التجويف اللي راح يحيط برئتين او تجويف اللي يحتوي على الرئتين زين هنسا صار عدنا شنو بليورال كافتي وعدنا الميديا ستينام كافتي وعدنا بعد شنو اللي هو بريكارديال كافتي زيني اول واحد يحيط بالرئتين ثاني واحد راح يحتوي على بريكارديال كافتي راح يحيط بالاعضاء المتوقية مال الصدر واخر واحد اللي هو بريكارديال راح يحتوي على القلب ابدومينال كافيتي وبالفو كافيتي شرحناها ازين هسا شنو هسا يجي على هذا الرسم مرتنا راح بس نترجم سهلة كلش عدنا الكرينيال كافيتي تجويف القحفي اننا راح احتوي على الدماغ هذا الدماغ والنص تجويف العمود الفقاري اللي راح يحتوي على الحبل الشوكي السيبرير ميديا ستينام اللي هو شنو اللي هو هذا التجويف اللي قدنا عليه المنصف اللي هو السيبرير اللي هو العلوي هاي المنطقة العلوية نسميها المنطقة العلوية من تجويف الميديا ستينام زي يعني ميديا ستينام عندنا وراه البليورو كافتي اللي هو التجويفي قلنا رحي يحيط بريعتين ضعوا بهذا اول جزء هذا اول جزء mيننا اول رأة هاي هنا اول رأة وهاي هنا ثانية رأة هذا شنسميه هذا نسميه بالبليورو كافتي وهذا هما ينتبه البيورو كافتي هنا رأة هنا رأة زي يعني نيجي وراها شنو عندنا البريكاردي الكافتي زيين شنو التجويف اللي رح يحطو القلب اللي هو رح يكون موجود بالتجويف اللي هو سمناه بالميديا ستينم إذا ترجعوني شوية لي فوق باعولي على الميديا ستينم شنو رح يحتوي على البركارديال فمعناها البركارديال شو بيه رح يكون موجود بنصف الميديا ستينم زيلا فهنا شي يقول لك يقول لك البركارديال كافيتي وذين دي ميديا ستينم زيلا هذا اللي هو بالنسخة غليب غير لون هذا اللي هو بالأصفر هذا التجويف اللي يحط بالقلب هذا التجويف اللي يحط برئتين الأول هذا التجويف اللي يحط برئتين الثاني هذا التجويف العلوي تجويف العلوي ما شنو ما الميديا ستينم زيلا نجي وراها ادنى هنا شنو الدايف راقم اللي هو شنو اللي هو الحجاب الحاجز هذا الحجاب حاجز لديه جاء وصير لدينا واحد أبدا من الكافتي تجويف البطني هذا يسموه تجويف بطني مننا إلى هنا يسموه تجويف بطني لدينا هنا شنو اللي هو مننا إلى هنا كله يسموه تجويف بطني هذا اللي هو راح أخلي بلهم الأصور يسموه بالتجويف الحوضي زين هاي معطقة اللي النهاية زين احنا اشقلنا قبل شوي قلنا أنه تجويف الحوضي وتجويف البطني يشبيهم راح نسميهم بالأبدومينو بلفيك كافتي التجويف الحوضي البطني أو البطني الحوضي زين هذا كله مننا إلى هنا من البداية للنهاية إلى حد هنا زين من جو من جو الشي اسمه الثراسة كافتي لحد النهاية نسميه كله بالأبدومينو بلفيك كافتي زين هسا يجي وره هاش أدنا عدنا هذا اللي هو عدنا تقسيمات مع التجاويف البطنية عدنا كل القسم كل قسم بالتجويف البطنية راح نسميه فهد اسم معين زين هاي شوية هوسين هنا رات شوية تركزين ويايا هسا يقول لك احنا التجاويف شنو بجسم الإنسان تقول لعيني كرينيال سباينيال ثوراسيك أبدوميال بيلفيك زين هسا يجي على واحد من عندهم اللي هو أبدوميال اللي هو بطني هذا بطني بي تقسيمات شنو هاي تقسيمات مادة أول واحد اللي هو اللي هو الهايبو كوندرياك الهايبو كوندرياك زين هذا إذا نترجمه بالعربي يطلع عنا المراقي أو الجزء المراقي هاي اللي هي باللون الأحمر هاي مناطق مناطق موجودة بالتجويف البطني باعوا هاي الصورة هنا هاي مناطق تكون موجودة بالتجويف البطني يعني هو مقسمها إيهيتي احنا مات رح نقسمها هسا بالحشي يعني هو مقسمها وشارح عليها سرح نشوف الحشي مالها فمن أقول لك الهايبو كوندرياك رأسا تقول لي انت هاي تجويف له شنو أقول لك هالاسم مال فتقسم معين يعني مثلا يجوز بس إيه هذا مثلا بس إيه هذا زين هذا اسمها يجي ورا اللي هو الابيكاستريك الجوز هذا يعني اسم المنطقة يسموها بالهايبو كوندرياك ما يعني هيبو كوندرياك يقول لك بلو ذو الربس ستكون موجودة جو الأضلاع زين هذا المنطقة ستكون موجودة جو الأضلاع و الهايبو معناها بلو معناها أسفل الكوندرياك معناها ربس وموجودة يمين و يسار اينها هذي هاي الاضلاع هنا الأضلع هذه الأضلع هنا ستكون موجودة داخل الأضلع معناها هذه المنطقة هنا يشبيه داخل الأضلع وتكونها على يمين و يسار هنا نشعدنا وراء ما يعني؟ يمين و يسار نجي وراءها فوق المعدة فوق المعدة هذه تكون موجودة موجودة تحت الأضلع هذه فوق المعدة وين تكون موجودة بين الهايبوكندرياك اليمين و يسار يعني نحن لم نأخذها يمين و يسار هذا اليمين هذا يسار هذا بالنص هذا بالنص رح أخليه باللون الأصفر نسميه بالإبيكاستريك يكون موجود بين هاتهم وموجود بالضبط فوق المعدة نجي على ثالث واحد هل لدينا ثالث واحد ثالث واحد اللي هو نترجمه هنا يطلع الخشبي نقول طبعا بالإبيكاستريك ما به؟ الإبي معناها والإبيكاستريك معناها فوق المعدة اللمبر شنو يقول لك اللمبر اللي هو اسم المنطقة هنا ترجمتها تطلع خشبية أو خشبية يش بيها يقول لك يكون في المستوى اللي هو موجود بالمستوى اللي هو رح يكون موجود وين على الطرفين على الطرفين مال النيبل مال الصرة الصرة نسميها أمبليكاس همات نسميها بالأمبليكاس أمبليكاس أو نيفل نفس المعنى اللي هي صرة وبيها يمين ويسار معناها شنو؟ باعوا هنا الرايت لمبر الخشبي اليميني وهنا الليفته المبر خشبي يساري الصرة بالضبط يعني الصرة تقريباً هنا صحيح رأييك هاي الصرة فيقول لك رح تكون موجودة بالمستوى رح تكون موجودة بالضبط على الطرفين من ايضا على الطرفين اليمين واليسار ما منه مال النيبل اللي هو الصرة او الصرة بها اسم علمي اللي هو الامبليكاس زيان؟ وبها يمين ويسار ايه هذه بعدش عندنا عندنا الوراها اللي هو الامبليكاس همات المنطقة الصرية الصرية جاي من هاي الفوقها موجا عندنا الامبليكاس انها صرت امبليكاس شبيهها ينقول لك موجودة بالمنتصف وش بيها upwardها؟ راح تحتوي على الصرة icos اللي هي الامبليكاس زيان ها؟ اوينها؟ قلنا هذه الامبليكاس المنطقة السرة الامبليكاس تحتوي على الصرة هاي تحتوي على الصرة يا هذي تكون موجودة بين الرغاية والليفت للنبر مزيلا نيجي وراها شنو عدنا الهايبو كاستريك اللي هو الشسمة السوبرة بيوبيك زيلا الشسمة الهايبو كاستريك اللي هو اه شبيه هذا يقول لك يكون بمصنع بين قوسين نقول السوبرة بيوبيك شبيه يقول below the umbilical region hypo below and gastric معناها stomac احنا شباب قبل شوية اشخدنا اخذنا الابيكاستريك الابي معناها فوق والغاستريك معناها stomac انا شنو هيبو وغاستريك معناها تحت المعدة حسنا المنطقة اللي هي فوق المعدة نسميها بالابيكاستريك والمنطقة اللي تحت المعدة نسميها بالهيبو كاستريك ابيكاستريك عد هايبو كاستريك ماذا يقول لك ستكون موجودة تحت المنطقة السرية منطقة السرة المنطقة التي تحتوي على السرة اللي هي الامبيريكال تكون جوها منطقة نسموها بالهايبوكاستريك أو نسميها بالسبرابيوبيك مينها هذي؟ الهايبوكاستريك ريجين تكون موجودة مين جوها أو من السرة ماذا؟ شاهدنا بعد يقول لك الشي اسمها واخير واحدة اللي هو الانيقوينل اللي هو إلياك الانيقوينل شنو معناها الأربي شنو أربي ما عرفاني شنو أربي الانيقوينل شنو معناها الحرقفي معناها حرقفي حرقفي انقوينل معناها شنو أربي أو أربي أربي مثل ما كتبت هاني فوق والإلياك معناها حرقفي هاي شنو هاي منطقة شبيها يقول لك هذه هي منطقة اللي هي اللي هي إلياك من قوسيني راح تكون موجودة على الجانبين ما الهايبوكاستيك ريجين اللي هي المنطقة ما تحت المعدة وينها خلي نشوفها تكون موجودة على الجانبين ايه هذي هذي الليفت إلياك والرايت إلياك زيان أو الشي اسمه انقوينل ورايت انقوينل زياني تكون موجودة على الجانبين على الطرفين المينو اللي صار ما منو ما الهايبوكاستريك ريجين وشبيها يقول لك هذي الانقوينل منين جايتنا الانقوينل معناها اللي هو الفخذ زيان اذا تنتبهون انه فعلا الفخذ راح يبدي منها يبدي يصير هذي الفخذ راح يبدي يصير زيان فهاي منطقة شي سموها منطقة نسموها ب الرايت إلياك أو الرايت انقوينل وهذه الليفت إلياك أو الليفت اه شي اسمه انقوينل وقلنا انه الانقوينل منين جايتنا جايتنا من اللي هو الفخذ زيان الآن سننفذي مراجعة على السريع دعنا نمسحها هنا حتى نبدأ أشهر من جديد في مرة اللخ ما لدينا؟ لدينا أول واحد اللي هو الابيغاستريك الابيغاستريك ريجين زيين الابيغاستريك فوق المعيدة زيين الابيغاستريك بمنطقة يمين ومنطقة يسار المنطقة اليمين ومنطقة اليسار ما سنسموه هايبو كوندورياك هايبو كوندورياك زيين؟ هايبو كوندورياك ننزل لي جواه عندنا ، عندنا المنطقة اللي هي صارة بتوفيح تؤسسي الابيغاستريك ما دام قللك تؤسس السر معانها حين تؤسس منطقة السر اللي هو الامبيغاستريك الابيغاستريك متقر أما awhile BURN ومنطقة اليسار ان تؤسس نسميهم пер sRM هايبو كوندورياك أول تحت المعدة ومنطقة السرة يعني لي فوق عندك منطقة الفوق المعدة والنوس عندك منطقة السرة ولي جوا منطقة تحت المعدة فوق المعدة يحيطها الهايبو كوندرياك منطقة السرة يحيطها باللمبر ومنطقة الهايبو كاسترك رح يحيط بيها الرايت إلياك والليفت إرياك إلياك اللي هي المنطقة الفخذية اليمينية والمنطقة الفخذية الشمالية أو نقدر نقول بالإنقوينال وإنقوينل رايت زي يعني خلصت للحد الآن الهوسة المنتبقي مع تمام المحاضرة بقى هنا شنو عدنا احنا أخذنا قبل شوية شنو هاي التقسيمات الهوسة التقسيمات أو انقسامات التجويف البطني هسنا نجي على شنو على الأبدومينو بيلفيك أكوادرنت أبدومينو بيلفيك أكوادرنت أكوادرنت معناها رباعي فنقول رباعي أو رباعيات المنطقة أو تجويف الحوضي البطني زين لدينا أربعة أرباح أربعة أرباح بمنطقة الأبدومينو بيلفيك شنو هذني واحد اثنين ثلاثة أربعة أول واحدة اللي هو رايت أبر أكوادرنت الربع العلوي اليميني ليفت أبر أكوادرنت الربع العلوي اليساري الرايت لور كوادرنت الكوادرنت اللي هو الربع السفلي اليميني والليفت لور كوادرنت اللي هو الربع السفلي واليساري حد الآن تقديمي خلصت محاضرة مالتنا بقال هنا عندنا شنو اللي هو الميديكل ترمز مصطرحات طبية ومعانيها عندنا الانتر معناها فرونت الدورس والبوست جاي من الدورس والبوستيريور معناها ظهري أو باق سوب سوبريريور انتو ماخديها معناها أبوف انفر جاي من انفريور معناها شنو معناها بيلو زيني بروكسيم معناها نير بالقرب ترانس معناها شنو معناها أكروس من خلال زيني سيرب معناها نيك كوندر معناها كارتلج هاي تحفظوها شباب يعني ما شونه وضحة ما يدرا وضحة انتو حفظوها انتو لازم سيت سايت معناها سل انقوين معناها غروين هاياخدناها هاي اخر منطق ومارتنا شنو الانقوين اللي هي كانت هي انقوينل انقوينل شنو معناها غروين الماي شنو الماسل الماي اللي نخلي اي يلبس مني هاي يصير سماينا القرود حبي شوكي النيور جاي نيرون اللي هو شنو اللي هو العصب نيرف سهلات كلش زين نيجي هسا عدنا اخر شي اللي هو عدنا كوز او امتحان راح نحله هو سهل كلش اتمنى انه شباب تحلون هاي هنا الصورة اتمنى انتوقفوها وتوقفونا الصورة هنا وتحلوه انتو بعدين تتأكدون من حل مارتكم المهم احا حلاني عدنا شنو عدنا يقول لك سؤال اول choose the correct answer او دقيقة مو سؤالة هو بس سؤال الامسي كيو بي اشكد بواحد اثنين ثلاثة بأربعة سئلة اول واحد اللي هو abdomen lies منطقة البطن وين راح تكون موجودة superior to the chest فوق الصدر inferior to the chest لو جو الصدر lateral to the chest لو جانبية نسبة للصدر لو medial to the chest لو وسطية نسبة للصدر نحن نعرف صدر بعدين يجي جوا بطن فوين معناها superior to the chest معناها شنو معناها فوق الصدر زين العفو شباب العفو دقيقة انا اش اسمها ما انتبهت superior to the chest معناها شنو معناها فوق الصدر منطقة البطن فوق الصدر لا غلط وين inferior to the chest البي الجواب اللي هو شنو inferior to the chest معناها جوا الصدر زين فييجينا صدر بعدين جوا بطن زين نجع نقطة ثانية شي يقول لك بالسؤال يقول لك المنطقة اللي راح تكون موضوعة على الطرفين من الهايبوغاسترق اللي هي منطقة تحت المنطقة تحت المعدة اكو يمين ويسار بيها احنا قلنا فوق المعدة والسرة وتحت المعدة تحت المعدة اكو منطقة بيها يمين ويسار ما نسموها هذه منطقة نسميها بالأنيقوينول ريجين او شنسميها بعد نسميها بالألياك ريجين زي يعني اللي هي الاختيار رقم سي فهي لا الهايبوغاسترق ولا الامبيليكال ولا الابيكاسترق شنو الجواب سي اللي هو الياك ريجين نتأكد شوفوا هنا هاي الصورة مالتنا عدنا الهايبوغاسترق ريجين عدنا رايت إلياك وليفت إلياك إذن جواب مالتنا صحيح زي نتجي على الساعة السؤال الثالث هنا اشي يقول لك يقول لك التجويف بجسم الإنساني راح يحتوي على التجويف لبليورول احنا قلنا بس تشوفون بليورول شنو معناها تجويف اللي راح يحيط بشنو بالريئتين التجويف اللي يحيط بالريئتين ورح يكون موجود بيا منطقة بيا تجويف راح يكون موجود بالتجويف الصدري لو البطني لو القحفي لو اللي هو اللي هو الشوكي أول شي لا سباينل ولا كرينيال زي نتجي بقالنا يا أما البطني التجويف البطني أما شنو يا أما الثوراسي اللي هو صدري احنا قلنا شنو قلنا البليورول اللي هو يحيط بالريئتين فالريئتين وي ما راح تكون موجود راح تكون موجودة بالصدر فشنو اختيار رقم أي زي يعني اللي هو منطقة صدرية نجي على آخر السؤال اللي يقول لك المستوي ذات كاتس بودي انتيرير والبوستيرير بورشنز المستوي اللي راح يقسم لك جسم الإنسان إلى نص صين أمامي وخلفي شي اش راح نسميه نتبهه أمامي وخلفي مو يمين ويسار أمامي وخلفي نسميه بالكورونا البلين حتى نتأكد راح نشوف الكورونا البلين وينه هنا نعدنا باعوا شباب الكورونا البلين أول واحد كورونا البلين يقول لك بتكاتس د بودي انتو فرونتو انترئور انباك اللي هو باستيرير إذن شنو وYeah حلنا صحيح بقتل شغل اتكديمنه اللي هو سؤال اثالث اللي هو تجويف من جسم الإنسان اللي يحتوي على التجويف اللي بليورول وين يكون موجود خلينشوف Esto هذا اللي بليورول كاباTI ون будетanya الهند أجتم موجود بثراسه كاباTI اللي هو تجويف صدري فيصنع لدينا الاختيارات مالتنا شنو بي رح يكون الاختيارات مالتنا بي سي اي و دي وهي يحفظوها ممكن تجيب الامتحان كلش طبيعي زي عيني والحد لان خلصت المحاضرة مالتنا مع السلامة